موسيقى اشتغلنا عليها في الفترة اللي فاتت مجموعة من الحلقات الفهمة كلمنا فيها عن مجموعة كثيرة من الأجهزة وعرفنا تقسيمها أنه عندي مجموعة من التقسيم تقسيم من حيث النوعية تقسيم من حيث الأحدث والأقدم من حيث التقليدي والغير تقليدي وعرفنا أن الغلط في النهاية من تطوير النوع ده من الماكينات والأدوات طبعا هي وعطائها بقر جهاز ومش أداة ومش مكينة ده جهاز جوه مكينة يعني هو حركته بتعتمد على بعض الأجهزة اللي بيتديره لكنها تعتبر عنصر من عناصر المكينة أنا عندي أكتر من جهاز بيشتغل على المكينة كل جهاز بيقوم بحركة معينة يعني مثلا لو كلمنا عن الطي له جهاز لو كلمنا عن رخه له جهاز لو كلمنا عن فتح النفس له جهاز منفصل بس بيدور مع المكينة بتوقيت المكينة فبيشتغل في توقيت بتاعه لما نجي نتكلم عن أجهزة الإمرار اللي هي مسؤولة عن إمرار اللحمة على مستوى المكينة هنلاحظ أنه هو مجموعة من الأجهزة بتختلف في أشكالها بتختلف في أنواعها بس في النهاية الغرض منها هو إمرار اللحمة هو نقل اللحمة من مكان لمكان آخر على المكينة عشان تتفرد وتكون موجودة في وسط النفس كان عندنا مجموعة منها بتستخدم المكوك كان عندنا مجموعة بتستخدم السلزر طبعا هي جهة برضو لها الجزء الخاص بشرحها إن شاء الله فيما بعد فيه عن طريق الريبيار وبرضه هناخده فيما بعد فيه عن طريق ضغط الهوى وضغط الميا واتكلمنا كمان الفروق ما بين الخامات اللي بتشتغل على ضغط الهوى وضغط الميا وفهمنا إنه لما جاك تكلم عن الخامات بتاعتي لو قلت أنا هشتغل في الأجهزة التقليدية مش مهمة عندي نوع الخامة المهمة عندي شكل المنسوج والوضع والخامات اللي جواه مش هتفرق بقى أنا شغال نايلون أو شغال قطن أو شغال أرياف نباتية أو أرياف صناعية أو أرياف حيونية المهمة يكون عندي مجموعة من الخيوط لها ومواصفات معينة عشان تنتج في النهاية القماش هاللحظ إن فيه تدخلات ما بين المواد الفنية وإنت بتذاكر وإنت بتنتحن لأكش الموضوع ده لإنه ده مهم جدا إنك إنت يكون عندك التداخل ده عشان وإنت بتتكلم عن الألات بتكون فاكر المنسوجات يكون شكلها إيه فاكر الرسم الفني هيتم التعامل معها إزاي وهو كذا بقية المواد التخصية بتاعتك عشان تعمل الدمج اللي بينهم اللي بيه تقدر توصل للمتحان النهاردة بنستكمل الموضوعات بتاعتنا بس هنعمل زي مقارنة ما بين أجهزة الإمرار التقليدية اللي هي بتستخدم المكوك اللي هي فيها جنبين متمثلين مع بعض أنا عندي طبعا تكلمنا عن أجهزة الإمرار اللي بتستخدم المضارب العلوية وكمان اللي بتستخدم المضارب السفلية النهاردة هنقارن ما بين العلوية وبين السفلية من حيث حركة تشغيل من حيث الرسم بحيث تبقى شبه مراجعة بين الاتنين لإن السؤال المقارنة ده مهم جدا عندي في نهاية العام الدراسة تعالوا نشوف الرسمات المطلوبة مننا طبعا أول حاجة عندنا هيكون الرسمة الخاصة بالمضارب العلوية وكون عليها الأجزاء وكمان هنبدأ نشرح عليها الحركة التشغيل مرة تانية بشكل بيبقى جاهز للمتحان يبقى النهاردة الموضوع بتاعنا هيكون مقارنة ما بين أجزة إمرار التقليدية اللي بتستخدم المضارب العلوية واللي بتستخدم المضارب السفلية طيب الفرق بين الاتنين إيه؟ أول فرق عندنا تكلمنا فيه السرعة أيها أبطأ المضارب العلوية أبطأ قلنا ليه؟ لأن في المضارب العلوية لو أنا تكلمت عنه بالشكل ده أنه هو مضرب أعلى المكينة أعلى الدرج المكوك وبيتحرك حركة أفقية هنلاحظ أنه هو عبارة عن فيه سير جلدي من طرف الزراع متدلي أول حاجة بتبطأ الحركة بتاعت الجهاز ده الجزء المتدلي من الشريط الجلدي ليه؟ أنا بدل قوة للزراع فمفروض أن الزراع ده هيتحرك بسرعة معينة هو بياخد سرعته بياخد قوته عشان يتحرك في الاتجاه ده وهو بيتحرك في الاتجاه ده لاحظ أن الشريط الجلدي لسه قدام لسه ما تحركش يعني هو بيتحرك مثلا المسافة دي ولسه السير ما تحركش لما يبدأ يوصل المسافة دي بيبدأ هو يتحرك ويبدأ السير يتحرك معاه أو بتبدأ بمعنى أصح اللطاشة تبدأ تتحرك من الدرج عشان تبدأ تقذف المكوك في وسط النفس المسافة الطويلة دي اللي هو بيبدأ الشريط يتفرد فيها عشان يبدأ ياخد القوة البقية مش كل القوة القوة البقية فبالتالي ده بيعمل ايه في الشريط بيقلل القوة اللي خدها بيعمل في اللطاشة بتتحرك بالسرعة اقل بيعمل ايه في المكوك بيطير مسافة قليلة على المكينة فبالتالي يبقى النوع ده من الاجهزة بتاعتي يصلح للاجهزة او الانوال زي ما قلنا الكنزة يعني ايه كنزة يعني بقعة القماش او رقعة القماش الموجودة عليها بيكون عرضها 80-70 سنتي مش اكتر من كده عشان يطور بقى ويطلع للمضارب السفلية زود العرض زود القوة اصلا اللي بياخدها المكوك عشان يطير فبالتالي سمح له ان يزود العرض عشان كده قلنا ان هنا في الحتة دي العرض المكنة هيكون عريض شوية كلام ده بيتم ازاي؟ بيتم لان انا بدي قوة كافية للمضرب الخشبي والمضرب الخشبي هو اللي بياخد القوة مباشرة مفيش حاجة متدلية منه عشان تفقد القوة اللي انا بديها له في المسافة القصف بتاعته فبالتالي هو بياخد القوة كاملة فبالتالي بيد يضرب المكوك بالقوة المطلوبة ويروح للجهة التانية مسلناها قبل كده انت لو معاك اي حاجة في ايدك وعايز تكذفها او تحدفها بمعنى اصح من مكان لمكان هل لما تربطها بحبل وتبدأ تكذفها زي موضوع المنسميه مثلا زي النبلة او زي الشريط انت هتعمل زي شريطة كده وتحط عليها الحاجة اللي انت طالب تكذفها في طرف الشريط وبتبدأ تسحب الشريط بتاعك الشريط بيكون فيه معا جزء مرخي فانت على ما الشريط يتشد ويبدأ يوصل القوة للجزء اللي شايل الحاجة اللي انت هتكذفها ان كانت حجر او ايا كان حاجة مشابهة ليه فانت فقت قوة من اللي خدها ايدك عشان تبدأ تطير ايه الشريط بالحاجة اللي عليه فبالتالي المسافة اللي هتطرها الجزء ده او الحاجة دي هتكون بسيطة هتكون مثلا متر مترين تلاتة ايا كان طيب لو ايدك بنفسها هي اللي مسكل المقذوف اللي هو ممكن يكون حجر او ما شابه وبتبدأ انت تميل ايدك وتدي القوة لدراعك وتبدأ تكذف مين هنا المسؤول عن عملية القصف هي ايدك اللي بدأت خدت القوة ومسكت الوزن اللي في ايديها وحدفته هي عارفة قيمة الوزن ده قد ايه وجرب الموضوع ده فيه باي مثال عندك فيه البيت هتلاحظ ان الجزء ايدي بتحصل معك فيه جزء من القوة بقى موجود عندك تقدر تكذف بمسافة اطول فبالتالي لما يكون عندك وسيد ما بينك وبين المقذوف هتديك او اقل لكن تكون انت بتكذف المقذوف بتاعك مباشرة تكون القوة ايه اعلى وده اللي خلانا نقول ان المضارب السفلية هي اقوى واسرع من المضارب العلوية بس مش هو ده الحديث اللي في السوق طبعا مع دراستنا ومع الموضوعات اللي احنا بندها لكم هنلاحظ ان الموضوع بيتغير معاك وتتنقل الموضوعات التانية طب تعالوا نشوف الرسمة الخاصة بالمضارب العلوية ونقول مرة تانية الاجزاء عشان نقول حركة تشغيل سريعا كده عشان نتنقل للأسرع او الجهاز الأسرع منها هنا طبعا بالنسبة لي الرسمة الخاصة بالمضارب العلوية طبعا احنا اعرضنا الرسمة دي قبل كده وشرحنا عليها بالتفصيل لكن تعالى بقى نشرح بس الاجزاء مع حركة تشغيل سريعا عشان نكمل المقارنة بتاعتنا بين الجهاز ده والجهاز التانية احنا قلنا الجهاز متماثل يعني الجنب الشمال منه في الماكينة هو هو زي الجنب اللي مين بس مع اختلاف وضع بوز الكامة طبعا الحركة بتاعت دايما بتبدأ من الكرانك العلو طبعا الكرانك الانها مش مرسوم لانه ما يهمناش في الموضوع ده لكن انا اللي يهمني العمود السفلي اللي هو الدائرة الداخلية دي وبعدين عليها الكامة وبعدين عند البكرة المخروطية احنا قلنا دايما بدوران الكرنك العلوي يدور تبعا له العمود الصفلي فيضغط بوز الكامة احنا عندنا العمود الصفلي فيه كم الدورة بتاعته بتعمل كم حتفة قلنا بتعمل حتفتين معنى كده ان في الحتفة الاولى بتكون الكامة اللي مين هي اللي عليها الدور في القصف المكوك بتاعها وفي نص الدورة التاني من العمود الصفلي بتكون الكامة الشمال هي اللي عليها الدور خليني هنا مثلا نقول ان ده جنب اللي مين اللي يبدأ يتحرك فنقول بدوران القرنك العلوي يدور تبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامل ايمن مثلا على البكرة المخروطية برضو احنا مكلم كله على الجهة اليمين فيدور عمود الشامع جزء من محيطه هو مرتكز على محور ارتكاز بيدور جزء من محيطه فيدفع المضرب الخشب لداخل المكينة ده الاتجاه بتاعنا طبعا هيكون هو متصل بزراع الجلد 13 وال13 اذا قلنا فيندفع المضرب الخشبي لداخل المكينة هنقول ايه جاذبا معه زراع جلد 13 قاذفا المكوك في وسط النفس يبقى هنا ايه عندي الاول ضغط عندي دوران جزء من المحيط عندي ادخال لداخل المكينة او حركة لداخل المكينة للمضرب عندي بيتبعها حركة زراع جلد 13 بيتبعها اللطاشة نفسها يبدران كنوك العلوي يدور تبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامع البكرة المخروطية فيدور عمود الشمع جزء من محيطه ليدفع ليدفع المضرب الخشبي اللي داخل المكينة جاذبا معه زراع جلد 13 جاذبا للتاشة قاذفا المكوك في وسط النفس وكده الحركة تمت في الجهة المين طب الاجزاء بترجع الوضاعها الطبيعي بفعل جاذب الياي بعد زوال تأثير بوز الكامع لازم اقوله كده بعد زوال تأثير بوز الكامع مين هنا الجزء الفعال عندي هو البوز الخاص بي الكامع هو اللي بيديني الدفعة للمضرب عشان اللطاشة تبدأ تقذف المكوك وزي ما قلنا اسوأ جزء في المكينة هو الجزء المتدلي كلام ده طبعا هنشوفه طبعا بالشكل افضل بالجرافيك هنا طبعا المطور بيدي الحركة مباشر لطارة العمال والبطال انا كده بتكلم ان العمال هي اللي عليها الدور في التشغيل انا رفعت يد التشغيل المكينة بتبدأ الكارنك العلوي يدور ويدور تابعا له من العمود السفلي ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يدور الكارنك العلوي ويدور تبعا له العمود السفلي زي ما احنا شايفين اسنان التروس وحجم التروس متغير التروس اللي تحت اكبر بكتير او ضعف عدد الاسنان الموجودة على ترس الكارنك العلوي ودي الحركة بتاعته لما بيدور بالشكل ده طبعا العمود السفلي هنا موجود عليه مجموعة من الكمات ممكن تكون كامات القصف وكمات فتح النفس مني كامات القصف وعشان نبقى عارفين كامات القصف في اطراف العمود من الجهتين اليمين والشمال من داخل المكين طيب تعالى بقى نشوف الحركة هنا قادي هنا الكامة بتضرب او بتضغط على البكرة المخروطية هنا طبعا بطقناها عشان نشوف دخولها على البكرة المخروطية بالشكل المطلوب بدأت تلمسها بدأت تحرك عمود الشامعة هنلاحظ كده ان بيحصل جزء من الدوران او دوران جزء من المحيط بيبدأ يلف او بدأ يلف على طول المدرب بدأ يتحرك وبدأت اللطاشة تتحرك من مكانها وزي ما قلنا مشكلتنا في الجهاز ده الجزء المتدلي منه طار المكوك في وسط النفس وعمل القزفة بتاعته بيروح في الجهة التانية والجهة التانية هتلاقيها بتستقبل المكوك في الدرج وبتبدأ تعمل الدورة زي ما احنا عاملين بالشكل ده هيرجع المكوك كمان شوية مرة تانية عشان يجهز للحطفة اللي بعد كده في الجهة اللي احنا وقفين عليها وبيبدأ يستكمل الحركة بتاعته هنا طبعا زي ما احنا شايفين من مكان اقرب شوية ان الكامة ليها بوز والبوز ده بارز عن سطحها حتى لو هي دائرية لكن احنا بنقول هي بالدور او الحركة بتاعتها حركة اكسنتريكية اكسنتريكية يعني لا مركزية يعني انا كده ببقى حركتي بزي شبه تردودية بمعنى صح بس طبعا لما انا بوصل انا بنهمني اوصل قود دفع للمضرب فبالتالي بحط البوز ده عشان يديني حركة مفاجأة للبكر مخروطية فبيبدأ يدفع ايه المضرب وبيطبعا بيخليه يجزف المكوك بالايه بالقوة المطلوبة انا هنا محتاج انه يطير مسافة معينة بس مشكلتي انه مش بيطير بالمسافة دي بسبب تدلي الجزء اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الشريط الجلدي اللي هو بنسميه اه زراع جلدة التاشة ده طبعا بيأثر زي ما قلنا على قوة الامرار بيأثر عليه بشكل صعب جدا بيخليه انه هو يتبقى الحركة بتاعته بسيطة وحركة بتاعته ضعيفة ده طبعا هبنشوفه من حركة الجهاز وزي ما قلنا الجهاز ده بينفع اركب عليه الجهاز القلبات الدائري ده ضبع اردومت ده من المقارنة يبقى هو نمرة واحد بيستخدم لنسج الامشة الخفيفة نمرة اتنين بيستخدم لأجهزة او الانوال الديقة يبقى جهزة خفيفة الاوماش خفيفة اللي بيشتغل عليه وانه هو الديق بعد كده بتكلم عن القلبات بيستخدم القلب الدائري القلب الساقية مش ينفع يستخدم الرأسي الحاجات دي عكسها على طول للجهاز اللي بعده هو جهاز ايه؟ جهاز امرار اللحمة بوسط المضارب الايه؟ السفلية المضارب السفلية لو هنا طلعنا على الرسمة بتاعتنا هنلاحظ ان المضرب السفلي هو مضرب بياخد القوة مباشرة من مين؟ من الكامع بضغط بوز الكامع على الزراع الافقي من الزراع زكوعين بتبدأ الحركة توصل للجهاز هنا لو لاحظنا ان في الجهاز ده ان الحركة بتبقى او القوة نفسها بتبقى مباشرة ما بين الزراع زكوعين والمضرب كل الحصل هنا فيه وصلة من الجلد وصلة الجلد دي ما بتفقتش القوة ليه؟ لان هي مجدودة ما بين الزراع الرأسي من الزراع زكوعين والمضرب الرأسي المسؤول عن امرار اللحمة او مسؤول عن قصف المكوك في وسط النفس فبالتالي هنا انا باخد القوة كاملة من الكامع وببدأ انا اطيار المكوك في وسط النفس بالقوة المطلوبة تعالوا كنا نتكلم عن حركة تشغيل بتاعتنا هنقول برضو بدوران الكرانك العلو يا دور تابعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامع برضو نلاحظ ان هنا الحركة شبهة اللي قبلها وهنكلم عن الاجزاء المشابهة بعدين هنقول هنا بدوران الكرانك العلو مرة تانية يا دور تابعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامع على الزراع الافقي من الزراع زكوعين طبعا في الحالة دي زراع زكوعين هيدور جزء من محيطه لانه مرتكز على محور ارتكاز اللي احنا بنشاور عليه دلوقتي يبقى هنا زراع الزكوعين الزراع الافقي منه هينزل ايه لاسفل هيتحرك لاسفل اما الزراع الرأسي من الزراع الزكوعين هيتحرك لداخل المكينة في وضع ايه في وضع افقي يبقى الزراع الافقي بيتحرك بوضع رأسي اما الزراع الرأسي بيتحرك بوضع ايه افقي الحركة بتاعته دي لداخل المكينة هيجذب معاش شريط الجلد اللي احنا مشاورين عليه ده لما هجذبه معايا إلا يحصل للزراع الرأسي او المضرب الخشبي زي ما احنا بنسميه هيتحرك هو كمان لداخل المكينة يبقى زراعين في اتجاه واحد هيتحركوا لداخل المكينة حركة الزراع او المضرب الخشبي لداخل المكينة او في وضع افقي هيخلي اللطاشة اللي رجب عليه هي كمان سبتة فبالتالي هتتحرك معاه لداخل المكينة هتقذف المكوك بالقوة الكافية لداخل المكينة هنا طبعا ده شكل اللطاشة وده النتوق اللي جوه اللطاشة اللي بيرتكز عليه المكوك بتاعي تعنصر من عناصر المقارنة ان اللطاشة هنا اللطاشة سبتة على المضرب الخشفة بالتالي هقذف المكوك القصفة المناسبة عشان يتير في وسط النفس بالشكل المطلوب هنا المكوك بدأ يطير في وسط النفس بدأنا نعمل احاطفة بتاعتنا برضو هنا هنلاحظ ان فيه يراكب اسفل المضرب الخشبي وده بيساعد المضرب الخشبي انه يعود لوضعه الاصلي بعد زوال تأثير الكامة بعد زوال تأثير الكامة زي ما قلنا ان الاجزاء دي بتبقى حرة الحركة لو سبتها في وضعها هفقد القوة بتاعة الحركة اللي جاية من الكامة في الحاطفة اللي بعد كده فبالتالي لازم يكون عندي ايه لازم يكون عندي القوة الكافية لامرار المضرب بالشكل المطلوب هنا زي ما شفنا قبل كده ان هنا طبعا دي الاجزاء بتاعتي هنا ده القرنك العلوي وهنا دي التكسيحة بتاعته طبعا الوصلات بتاعتي هتكون بتتوصل لتحت عن طريق التروس هنا ده شكل من اشكال توصيلة المضرب يعني هنا ده الزراع زكوعين بس هنا له توصيلة مختلفة غير اللي مرسومة عندي فيه الرسمة وهنا برضو ده شكل الكعب وهنا شكل توصيلة السير الجلدي وهنا ده الزراع الرأسي من الزراع زكوعين بس هنا برضو له شكل من اشكال التوصيل مختلفة شوية فهنا هنلاحظ ان الكعب هنلاحظ ان هنا ده شكل من اشكاله وهنا ده زراع التوصيل ده شكل من اشكاله او الجلدة نفسها اللي بتوصل هنا جلدة بشكل متجهة مثلا بشكل حرف سي مسلا. دي هنا شكل سي مقلوبة. وهنا فيه كتلة من الخشب. وبعد كده فيه حرف سي تاني بس مقلوب ووضع اه افقي. فبالتالي ده اللي هيحجز المضرب وهنا طبعا بيبقى فيه جزء اه خشبي عشان خاطر او جزء من الفايبر عشان خاطر ما يكسرش المضرب اثناء عملية اه الضرب الخاصة بالامرار. هنا ده شكل من اشكال الوصلات برضو مع الزراع الايه الزراع الرأسي ليه الزراع زوكعين هنا طبعا ده المضرب الخشبي وده الزراع الرأسي الجزء المعدن احنا بنشاور عليه ده وهنا الوصلات مع بعضها بتديني شكل حرف يو مقلوب فبالتالي ده يقدر يديني الايه الوصلة بالشكل المطلوب. برضو هنا الكعب هنلاحز ان الشكله متغير. يبقى كل موديل من موديلات المضرب هنلاحز ان الكعب بتاعي فيه تغير في الشكل. هنا طبعا ده شكل الخاص بالدرج وهنا طبعا فرمالة الدرج بالشكل احنا شايفينه والفاتحات الموجودة في الدرج اللي خاصة بالحساسات. اللي يهمنا في الصورة اللي معنا هي الالتاشر. هنا ده المضرب جاي من تحت كده وداخل في شق من الموجود في اسفل اه الدرج. والشق ده بيسمح ليه المضرب انه يتحرك للامام والخلف. الامام لقصف المكوك وللخلف للعودة الانتظار عودة المكوك مرة تانية للدرج. هنلاحز ان هنا اللطاشة ركبة بزاوية ميل معينة عشان تساعد الاستقرار المكوك بالشكل المطلوب. لكن لو كانت اه ركبة بوضع حر فكان المكوك بتاع ممكن يتحرك بشكل اه مختلف. فبالتالي انا عايز اديله القوة الكافية. فبالتالي عملت النتوء الخاص با اه ارتكاز غراب المكوك بشكل ثابت عشان يبقى ايه يبقى القوة مفيش اي فقد منها اثناء عملية قصف المكوك في وسط النفس. زي ما انا شايفين اللطاشة مصنوعة من نوع معين من اللدائن عشان تتحمل اجهدات وتتحمل قصف المكوك كمان تتحمل استضام المكوك بيها بعد الحدفة اه اللي بيقوم بيها من الجهة الاخرى. فبالتالي اللطاشة هنا لها تأثيرين. التأثير الاولاني. ضرب المكوك نفسه. التأثير التاني استقبال المكوك من الجهة الاخرى. واسناء دخوله للدرج هنا. وطبعا عشان تكون سبتة بالشكل المطلوب. مفروض بيكون المكوك بيصطدم بيها ويرتكز. ما فيش فراغ ما بين اللطاشة وما بين غراب المكوك. عشان لما اجا اضربه المرة الجاية اضربه بالقوة المطلوبة. هنا طبعا ده شكل المضرب الكرانك بتاعي. وزي ما هنشايفين هنا عشان اوصله انا بوصله عن طريق الترس بتاعه. عشان اوصل بالحركة بتاعتي للشكل المطلوب وتنزل تحرك الكامة تحت. هنا زي ما هنشايفين الجزء السفلي ده هاللاحز ان هنا تبقى في الجنبي ده على طول هنا كامة القصف. راجبة في المكان ده. ومنتصلة بالبكرة المخروطية عشان تقوم بعملية التحريك. وهنا طبعا الزراع بتاعي زي ما هنشايفين. وطبعا زي ما هنشايف نقولنا عند مجموعة مختلفة من الازرع التوصيل المسؤولة عن امرار المكوك او وضع او توصيل الحركة للمكوك بالشكل المطلوب. انا هنا بوصل الحركة وبغير الشكل بتاعي وبقدر ان اوصل او اخفف الاحمال. انا كل اللي بعمله هنا على المكينة ان بخفف الاحمال على المكينة. ليه? عشان ازود السرعة. انا عايز اوصل بالمنتج بتاعي ان ازود عدد دورات النول. فبالتالي لو جينا قلنا ان المضارب العلوية كانت الدورات بتاعتها او عدد الحدفات بتاعتها كان بسيط. انا محتاج ازودها. انا كنت زمان مثلا بتكلم عن النسيج اليدوي. فكان في عامل هو اللي قاعد على المكينة هو المسؤول عن امرار المكوك من جهة لاخرى. فبالتالي انا كنت باعتمد على سرعته هو. ازا كان هو مجهد كشخص قاعد على المكينة. فبالتالي عدد حدفات اللي هيقوم بعملها مثلا في اليوم هيكون قليل. هنقول مثلا في الساعة مثلا. ممكن يعمل سبعين حدفة. في الساعة العامل ممكن يعمل سبعين حدفة. في الدقيقة حدفة. وده رقم قليل. طب نكبره شوية عشان يكون معقول خلي ان العامل هيعمل حدفة كل نص دقيقة. فانا عندي ستين دقيقة لها الساعة طبعا. يبقى عندي هنقول ادي ستين في اه اتنين هيعمل مية وعشرين حدفة في الساعة. رقم قليل جدا يعني مش هيعمل لي عشرين سنتي ولا تلاتين سنتي. اه على الجهاز عندي. ده انا كل اللي عندي على النول مسلا تلاتين حدفة في السنتي اسم المية وعشرين على تلاتين. هتلاقي نفسك بتعمل حاجة بالسنتيات حاجة بسيطة جدا. بخلاف ان اللي قاعد ده ده بشر. فبالتالي هو هيعمل حدفتين تلاتة وهيبدأ اتحرك من عن النول. فبالتالي هيعطل النول. انا عايز حد يبقى قاعد شغال على النول يطلع لي منتج. فبالتالي هي القالة اللي اقدر اشغالها فترات طويلة من الوقت بدون ما تقول انا محتاج اقف شوية. هتقف الوقفات بتاعتها بس للاعطال. ولسيانة الاعطال. وده بوقت هادر من وقت تشغيل المكينة وده بيعمل لنا مشكلة في عملية التشغيل. انا كده بوصل للمكينة بتاعتي بتاعطل الانتاج بتاعي بيكون بسيط. وده اللي انا مش محتاجه يكون عندي على المكينة. فبالتالي انا محتاج ازود الانتاج بتاعي عن طريق تشغيل المكينة بوسائل تشغيل الحديثة. الحديثة او اجهزة حديثة تركب على المكينة. بس السيستم بتاع تشغيلها هيكون مرتب بتوقيت المكينة نفسه. عندي سيستم اصلا للمكينة. وعندي عدد دورات للمكينة معروف. اه حسب طبعا المطور اللي شغال معايا. فبالتالي لو انا عايز اخفف الاحمال. وقالي الضوضاء. هبدأ ان انا اطور من المكينة بتاعتي. طب السوق محتاج انتاج اعلى من كده. فبالتالي هطورها كمان شوية. وهبدأ استغنى اصلا عن المكوك. وهطلع بقى للاجهزة اللي احنا بنتكلم عليها. او اللي نكلم عليها ان شاء الله في المرات الجاية. لكن تعال بقى نكمل ونرجع تاني للصورة اللي معنا. ونقول ان دي زي ما قلنا ان الجهاز ده باعتمد على حركة تشغيل. بتبدأ من الكرانك العلوي. كرانك العلوي بيدور. بيدور تبعا له العمود الصفلي. فيضغط بوز الكامع على الزراع الافقي من الزراع زكوعين. فيجزب الزراع الرأسي لداخل المكينة. جاذبا معه شريط الجلدي. جاذبا معه مضرب الخشبي. اه جاذبا اللطاشة قاذفا المكوك في وسط النفس. وطبعا اتفرجنا على اللطاشة وشوفنا شكلها. تعال بقى نشوف الشكل الاساسي لحركة بداية من المطور. طبعا نفس الجهاز بيتحرك اه بشكل الطبيعي. مدام انا عندي كرانك. بدور ان كرانك العلوي دور تبعا له العمود الصفلي. وهنا عدد اسنان الترسين مختلف. مضاعف بالنسبة للمضرب. اه او بالنسبة للعمود الصفلي. بيكون عدد اسنان وضاعف عدد اسنان الكرانك العلوي. زي ما انا شايفين الحركة بتتنقل بالسلاسة المطلوبة من المطور مباشرة. بعد كده بقى المضرب نفسه. هنا طبعا احنا مخفضين او مقللين الشكل بشكل معقول عشان اقدر اخد الحركة بتاعتي. هنا طبعا الكامة بتغير شكلها بالنسبة للجرافك. اما بالنسبة للطبيعي هو بنفس الشكل اللي احنا اتكلمنا عليه في الرسمة بتاعتنا. واقدر اشوف الكلام ده لما انزل تحت الماكينة. تشوف كده الماكينة تكون فضية ما فيهاش آآ سدة. وانزل ادخل جوة كده عشان تشوف حركة الكامة بتاعتي بتتم ازاي? بتوصلها الحركة ازاي من الكرانك العلوي. وبتبدأ تضغط ازاي على الزراع زكوعين عشان تنقل. هنا طبعا احنا مختصرين جدا الزراع زكوعين بالشكل اللي قدامنا. لكن في النهاية اللي يهمني اقول. اني بوصل للمضرب الخشبي بالقوة المطلوبة. بخليه طير المكوك في وس النفس بالقوة المطلوبة. عشان يطير مسافة آآ انا محتاجها. عشان كده بنقول ان الاجهزة اللي بنقول عليها العرض عرضين والعرض تلاتة بتعتمد في حركة تشغيلها على قوة تطير المكزوف البسافة دي. طيب مع التطوير اصلا انا بشيل الكلام ده. بشيل شغل المكوك. بشيل الشغل التقيل الموجود عندي على النول ده. بحط اجزاء خفيفة. حاجات خفيفة جدا على النول. وبتكون هي عبارة عن ايه? عبارة عن وسائط حجمها بسيط. وسائط وزنها خفيف. بتنقل الخيط من الكونة مباشرة. مش محتاجة لفلها على خزنة صغيرة اللحمة بتاعتي. فبالتالي انا بشتغل مباشرة من ايه? من الكونة الرئيسية. طيب الكونة دي تقدر تديني كمية تشغيل قد ايه? حسب كمية خيط اللحمة الملفوف عليها. انا لو لفف عليها مثلا اه كمية خيط وليكن مثلا تقضيني اه الف متر مثلا. وعندي عرض النول عندي اه متر. فبالتالي الالف متر اللي على الكونة دي هيديني الف حطفة. يعني بنقول ارقام سهل نقسمها. فبالتالي الف حطفة دول مثلا ممكن يعملولي كمية اه مثلا مترين او تلاتة متر مثلا. انا محتاج اكتر. انا محتاج لما كانت تشتغل اطول. وقت كافي. فبالتالي انا مش اشغل كونة واحدة. انا اشغل اكتر من كونة. من اربع لست كونات ركبين على المكينة. واخلي الالاب الالكتروني يكون شغال معي عشان يغير لي اللي حماية وانا شغال. بس بلون واحد. ده يساعدني ان اقدر اشتغل مسافة اطول على المكينة بتاعتي. وده طبعا زي ما قلنا ده نوع من انواع التطوير اللي موجودة عنده. ده هنشوفه ان شاء الله في الحلقات الجاية. وقتنا خلص معكم النهاردة بسرعة. ان شاء الله في الحلقات الجاية. هنشوف الاجهزة الاحدث اللي بيستخدم المكزوف او القذيفة. ان شاء الله نشوفك على كيف في الحلقات الجاية. وإلى اللقاء. موسيقى 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 موسيقى